الفيديو هنشوف مع بعض لحظته وصول أمير قطر لزيارة والدة اللاعب صفيان بوفال وترحاب كبير جدا جدا من ملك المغرب الملك محمد السادس وكمان هدية غير متوقعة ومفاجأة كبيرة جدا لولدة صفيان بوفال من داخل المستشفى تعالوا مع بعض هنشوف داخل الفيديو حالتها الصحية وموعد إجراء العملية الجراحية وبعدين هي بتعاني من إيه إيه المرض اللي أعادة في المستشفى من وقت ما رجعت من قطر لدرجة إنها ما حضرتش حتى تكريم ابنها صفيان بوفال اللي بكى بكاء شديد جدا جدا لحظة وصول أمير قطر لزيارة والدته هقول لكم كل التفاصيل بس في البداية أتمنى من حضرتكم تدعو لها جميعا بالشفاء العاجل وإن إن شاء الله إن شاء الله الفترة اللي جاي عليها تعدي بألف سلامة العين حق ما فيش كلام أبهرت الجميع بحنيتها على ابنها بدعاءها المستمر المغرب بصراحة أبهرت الجميع ومازالت والله بتبهر الجميع إحنا فخورين فعلا بحاجة اسمها المغرب المنتحب المغربي يمكن هو بيتكرم ما كرموش اللعيبة بس لأ لأول مرة في التاريخ تكريم الأم أثناء تكريم الإبن عايز أقول لكم أوصى أمير قطر بعض أفراد الطاكم الطبي على حالة والدة صوفيان بوفال اللي كان في استقباله بترحاب كبير جدا ملك المغرب محمد السادس هي أصيبت طبعا من وقت رجوعها من قطر بحالة صحية ونفسية شديدة قوي عرغم أن ما كانش فيه أي حاجة ورغم مرضها الخطير جدا قالت وأوصت ابنها أنه لازم يحضر التكريم وقالت ليه لا تخلف موعدك مع الملك وبالفعل أتى وقال في مدخلة تلفونية للإزاعة المغربية أمي كان نفسها تحضر هذه اللحظة التاريخية ولكن قدر الله ومشاء فعل وطالب من الجميع الدعاء لها بشدة تم نقل والدة صوفيان بوفال للمستشفى منذ كام يوم في حالة حرجة وكان فيه بكاء هستيري للاعب المغرب بسبب مرض والدته مندعي لها مرة تانية بالشفاء العاجل المنتخب المغربي حظى باستقبال ملكي وأسطوري كبير جدا من الشعب المغربي وأيضا ملك المغرب محمد السادس وده بعد إنجاز تاريخي في كأس العالم الحصول على المركز الرابع في منديال قطر صرح اللاعب المغربي صوفيان بوفال وأدلى بتصريحات للإزاعة المغربية وقال إحنا عشنا أيام جميلة في قطر حققنا إنجاز تاريخي حصلنا على المركز الرابع على مستوى العالم ولكن ما أبكاني هو إن والدتي لم تستطيع حضور التكريم في حين إن حضرت أمهات كل اللاعبين والدتي في المستشفى أنا بجانبها وبشكر رئيس الجامعة الملكية المغربية وأيضا بشكر ملك المغرب على توصيته وتكفله بكل الماديات بتاعة العملية الجراحية اللي والدتي هتجريها خلال ساعات متبقية قليلة وطالب الجميع الدعاء لها بشدة عايز أقول لكم كمان لحظة وصول أمير قطر كانت لحظة تاريخية وبصراحة هو نفسه محب جدا جدا للمغرب والشعب المغربي وده شفنا أثناء لعبهم المباريات في كأس العالم كان دايما ماسك على المغرب دايما كان بيشجع هتاف رهيب وكل الناس اللي حاولت تزرع الفتنة وتقول هو باع المغرب كل ده فتنة من الغرب علشان يتم إقاع الدول العربية مع بعضهم بس طبعا ده إيه ده بعينهم إحنا شعب متماسك ومترابط إحنا الدول العربية كلها على قلب رجل واحد كلنا بندعي لوالدة سوفيان بوفال إنها ترجع وتقوم بألف سلامة وإن شاء الله بعد أربع سنين نشوف المغرب في مستوى أفضل وأفضل وفخر كبير جدا جدا لكل الشعوب العربية بالإنجاز التاريخي اللي حققته المغرب والله فخورين جدا أتمنى من الجميع الدعاء لها هدية تاريخية من ملك من أمير قطر وهي غير معلومة ولكن هو كان معاهدية كبيرة جدا جدا وأوصى الفريق والطاقم الطبي بأي احتياجات خاصة بولدة سوفيان بوفال نتمنى لها كل الشفاء وكل الحب وإن شاء الله ترجع بألف سلامة واتتابعونا دايما هنوفيكم بكل تفاصيل حالتها الصحية ترجمة نانسي قنقر